هيجي واحد يقول لك مثلا خلي بالك الدعم اللي بيوجه للأسر اللي هي أكثر احتياجا أو الفقراء في مصر هيقل جدا وأصل الصندوق ده لما بيخوك يا جماعة هي مش أول مرة نتعاون مع الصندوق من المناسبة ده تل التعاون لنا طيب أزيدك من الشعر بيت؟ لأ هو النسبة زادت متوسط 6% كل سنة فيش حاجة قلت ولا سبتت يعني لا سبتت ولا نزلت لتحت ده زادت 6% كل سنة ومالقيه الحكاية النسبة تتكلم كده عن الصندوق وعن الدول التي تتعامل مع الصندوق بص يا حبيبي أي بلد اتعاملت مع الصندوق وما مشيتش بنجاح مشكلتها مشكلتها تاني حضرتك هتاخد بعضك هتروح على البنك هتقول له يا بنك أنا عايز قرد هتقول لك قوي قوي هتلي مفردات المرتب ما ده؟ عمليا دي قوامك الاقتصادية هتلي مفردات المرتب بتاعتك بقى انت كفرد ده بقى الاقتصاد الجزئي هتاخد بعضك هتروح تقدم مفردات المرتب وهنشوف العقد بتاع الشغل بتاعك آه تمام انت ميت فل و 14 بعد كده بنروح نعمل ايه بقى؟ ها بنكشف على الاي سكور بتاعك اشوفك والله انت راجل واخد قروض قبل كده ولا مش واخد والقروض اللي انت خدتها قبل كده هترى انت بتنفز ولا ما بتنفزش بتسدد في الموعيد بتتأخر بتطبق علي الغرمات بتشاغب بتتملص بتزوغ طب انا كبنك راجعت كل ده لقيت انه انت راجل تاريخك حلو جدا مع البنوك التانية القروض اللي انت خدتها سددتها كويس سددت في الموعيد انت راجل عشرة على عشرة وبعدين ابص المفردات المرتب آه جميل رائع حلو جدا وبعدين نبعت للبنك المركز يا جماعة هو الراجل ده في التمام ولا عليه حاجة لا الراجل ده في التمام اجي اقولك طب ما تجيب لي مثلا ده بقى لو انا البنك عاوزي غلس قوي اقولك ما تجيب لي كاشف حسابك كده ستة شهر اللي فاته اجي بص اشوف اه ده كاشف حسابه حلو والله لا الراجل ده تمام خد القرد حضرتك استلمت القرد في ايديك اصبح القرار قرارك خدت القرد وروح تواخد بعضك ونازل واخد العيال كل يوم تغديهم وتعشيهم برا وتعالى نجيب بدلة الحمادة ونجيب فستان ميادة ونعمل مش عارف ايه خلصة الفلوس ما انت ما عملتش حاجة بالفلوس انت صرفتها كلها على استهلاكات ومناظر خايبة اخوك بقى عمل ايه هل ده معناه كده ان البنك اللي وحش البنك مليش دعم وانت قلتاني انا عايز القرد قلتلك اتفضل اخوك زيك بالزبط زميلك في المكتب بس خد القرد وراح قلتلك هنعمل مشروع صغير على الماشي اهو يزود الدخل فتيجي مراته تقوله ايه بس اصل الواد كان عاوز لبس جديد والبنت كنا عاوزين نجيب لها حلق واصلا كان نفسي مش عارف الكردان اللي في رقابتك يا صحر كل الكلام الحلو ده فروحت انت ردد ببتسمة لطيفة السبوري كله جاي وروحت عامل حاجة بسيئة مثلا لو انت هلينة في الريف رحت شاري حاجة لطيفة زريفة الجديدة دي اللي هي رؤوس المواشي الجديدة انا حفظت الاسم خلاص هولشتعين جبت البقر الهولشتعين الجميلة وبدأت تتأكلها مظبوط وتعمل لها الرعاية البيطرية المظبوطة وحضرتك بتحلب كل يوم بيجي لك 27 كيلو لبن قول 25 طب 20 كيلو لبن بتبيع كيلو لبن مثلا على 11 ولا 12 100 فل و 14 بقى دخلك فلوس الفلوس دي عملت بيها ايه جزء بتسدد القرض فما وعيده طب هو جزء التاني اقول اه جزء التاني ده انا هقسمه حتتين بقى حتة منهم خد يا مدام هاتي اللي انت عايزان تي والولاد على قد الفلوس دي والشهر الجاي نبقى نكمل ليه انا عندي قصط بتاع القرض طيب ما هو لسه فاضل الفلوس لا ما احنا لازم برضو نزود رأس المال بتاعنا عشان بعد كده لما نيجي ناخد قرض ناخده اقل او ممكن ما ناخدش خالص اصلا انا بفكر قدام شوية كده سنتين ولا حاجة ولا تلت سنين اشتري راس تانية عد خمس سنين مدة القرض اللي انت واخده من البنك ايه اللي حصل انت حضرتك بتدفع القرض وبانت زعم وبتخصم من مرتب وميد فل واربعتاشر بس حياتك ما تغيرتش انت بتاخد القرض تضيعها بتشتري حاجات ومبسوط انت كده مبسوط بس حياتك ما تغيرتش زميلك اللي في المكتب جاب كل اللي العيال عايزينه وزود رأس المال وبقى عنده بدل بقر الهولشتاين بقى عنده اتنين وثلاتة وميد فل وراح اشترع عربية ودلوقتي بيشوفها يعمل ايه في الجامعة بتاعت الواد عشان عايزة دخله الجامعة الاهلية حياته حاجة تانية خالص حاجة تانية خالص تعد انت منبرة تقول ايه ده وجام الفلوس دي منين اشتغل فالدول نفس القصة يا دولة بتاخد الحاجات عشان نجيب زيت وسكر يا دولة بتاخد الحاجات عشان تستسمرها انت تختار تبقى انهي دولة المفروض ناخد الفلوس عشان الناس تستسمر صح؟ طيب وده اللي عملته مصر امالهية من سنة 16 كانت بتعمل ايه؟ هو فيه يوم عدة عليك من غير ما تسمع على مشروع جديد يا راجل انت جوة عيلتك عمرتك حتتك شارعك حارتك قريتك نجعك عندك واحد ما بيشتغلش في مشروع من المشروعات اللي بنتكلم فيها بزمتك وحق الى اله الا الله يا شيخ يعني ما مش كده ترجمة نانسي قنقر